السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الفيديو يا أخوان لكل شخص مقيم في تركيا سواء كان عمير بح من التيك توك أو من اليوتيوب أو من الفيسبوك أو من مواقع التواصل الاجتماعي أي شخص سواء كان عمير بح ليرة أو ألف ليرة أو مئة ألف ليرة بهذا الفيديو يا أخوان رح نحكي عن القانون الجديد بما يخص الضرائب لمواقع التواصل الاجتماعي بما يخص صناع المحتوى سواء عندك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ولكل شخص بيكسب المال عبر الانترنت بمختلف الطرق في تركيا الدولة اصدرت قانون جديد وهلا راح احكي لك كيف تكون شخص قانوني وتدفع الضرائب المترتبة عليك وشان ما توقع بمسائل قانونية كبيرة مستقبلا بداية انضعوا اعجاب للفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة واذا في اشخاص عنده سؤال او استفسار فيكن تكتبوا بقسم التعليقة القانون بتركيا بيقول اذا انت عم تربح او اليك مصدر دخل فلازم الدولة تعرف شو هذا المصدر يلي عنده بالنسبة لصناع المحتوى سواء على اليوتيوب او على التيك توك او على الفيسبوك او على الانستجرام او على كواي اي موقع تواصل اجتماعي بتربح المال من خلاله او اذا كنت شخص من صناع التطبيقات يعني اذا بتعمل تطبيقات وبتنزلها على متجر جوجل بيو بتكسب منه المال ايضا هذا القرار بيشملك خليني وضح لكم كيف كانت الامور وكيف صارت مسبقا يا اخوان اي شخص بيربح عبر الانترنت لازم يكون فيه عنده شركة على اسمه والارباح اللي بتجيه بشكل شهري او بشكل يومي لازم يقطع فيه فاتورة مشان تلخصم الضريبة وتندفع للدولة بتاريخ 2022 تم اصدار قرار جديد بما يخص صناع المحتوى ومواقع التواصل الاجتماعية هذا القرار بيقولك انه انت كشخص صانع محتوى لازم تدفع من ارباحك للدولة 15% ولكن الحكومة عملت تسهيلات بخصوص هذا الامر يعني ما في داعي تفتح شركة على اسمك وما في داعي انك تمسك محاسب شهري ويكون عندك شركة رسمية الدولة اتاح الطريق لحتى يتم خصم الضرائب من ارباحك هذا الطريق عم يكون من خلال انك انت تفتح حساب بنكي باحد البنوك المعتمدة والارباح اللي بتجيك بشكل يومي او بشكل شهري او بشكل سنوي بتم خصم 15% منه تلقائيا يعني اجي 100 ليرة على حسابك بيخصمه منه 15% اجي 1000 ليرة على حسابك بتم خصم منه 15% مباشرة وكل شخص يا اخوان ما عم يدفع ضرائبه يعني ان شاء الله لو اجي ليرة ما دفع عليها ضريبة بيتفاجأ بالفترات القادمة انه اجي عليه جزء كبير من قبل دائرة الضرائب هذا الموضوع ما فيه يومزح اخواني لازم الكل ينتبه عليه اي صانع محتوى عم يكسب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لازم ينتبه على هذا الامر كيف بدك تبدأ بعمل هاي الاجراءات قبل ما يفوتك الاوان هلأ رح اشرح لكم كيف رح تقدموا الطلب وكيف رح تمشوا بالامور لحتى تكون اموركم قانونية 100% والكل ينتبه على هذا الموضوع اخواني كل ليرة بتربحوا بتكون تدفعوا الضريبة تبعها وإلا مستقبلا رح تتفاجئوا بمشاكل كبيرة جدا طبعا في كتير ناس ما عنده فكرة عن هاي المعلومات رح احكيها هاي المعلومات رح تنطرح على السوشال ميديا في تركيا لأول مرة على قناتي على اليوتيوب خلينا نبدأ بالتفاصيل خطوة بخطوة وكيف رح تعملوا هذا الاجراء اول خطوة رح تعملوه اخواني رح تحملوا هذا التطبيق اللي له علاقة بالضرائب في تركيا اللي تابع لدائرة الضرائب رح تحملوه عندكن على الهاتف وبعد ما تحملوه عندكن على الهاتف اخواني رح تضغطوا على كلمة كلانجي قريش تمام اللي هي باللون الاحمر وهون يا اخوان رح تسجدوا الدخول على هذا التطبيق بشكل مباشر لحتى تقدموا للحصول على ورقة اعفاء من الضرائب ودفع 15% فقط طبعا هذا الاجراء صار رسمي واتاحته دائرة الضرائب في تركيا رح تنزل الاسفل اخواني هون في عندكم كلمة ايدولات شفرسيلا قريش يعني الدخول على التطبيق من خلال شفرة الايدولات رح تضغطوا عليها بعد ما تضغطوا عليها اخواني هون رح تحطوا رقم الكملك وشفرة الايدولات كأنه عم تسجدوا الدخول على تطبيق الايدولات مشان يحولكن على تطبيق الضرائب عادين بتضغطوا على متابعة وبتستنوا شوي مثل ما لكم شايفين اخواني اخدكن على تطبيق الضرائب طبعا من هون بتشوفوا اذا في عليكم ضرائب او مخالفات وهلا يا اخوان هون فوق في عندكم هدول 3 سطور اللي فوق بعضهم تضغطوا عليهم اخواني انتو طبعا فيكن تروحوا تاخدوا هاي الورقة وهتعملوا هاي الاجراءات من الدوائر الضريبية ولكن انا عم بعطيكم الحل لحتى تعاملوها من الهاتف وبكل سهولة هون في عندكم خيار اسمه اشلام باشلت بتضغطوا عليه اخواني وبعدين هون اخواني في عندكم كلمة اسمة تمام بتضغطوا عليها مثل ما لكم شايفين يا اخوان هذا القانون طبعا جديد والكل يا اخوان يعمل هاي الاجراءات بشان ما يتفاجأ بمخالفات ومبالغ ضخمة ويتعرض للمسائل القانونية هون يا اخوان في عندكم هذا الخيار تاني خيار اللي من هون انتو راح تقدموا على الورقة ورح احكي لكم باقي التفاصيل ركزوا معي راح تضغطوا على هذا الخيار اخواني تمام من خلال هذا الخيار راح تقدموا طلب لدائرة الضرائب مشان يعطوكم السنابل يسي تمام اللي هي تابعة لصناع المحتوى طبعا هون مكتوب كل القانون باللغة التركية تنزل الاسفل لهون ولا تنسوا انه تكون رقم الهاتف تبعكم صحيح ومعلومات عنوانكم صحيحة وبعدين يا اخوان بتختاروا من هون انتو اي مجال عم تستخدموا يعني هل انتو صانعين محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي او هل انتو من منشئين التطبيقات تختاروا اول واحدة مشان صناع المحتوى تاني واحدة مشان منشئي التطبيقات تمام بعدين بتضغطوا على كلمة تقدم وهون لا تنسوا طبعا تحطوا عنوان البريد الالكتروني تبعكم وبهاي الصورة يا اخوان بتنزلوا الاسفل وبتأكدوا الطلب من هون بتجيكن هاي الورقة طبعا انا مقدم عليها هاي الورقة وبستخرجها من زمان ولكن عم معلمكن على الطريقة بتعاملوا على كلمة اونايل اللي هون باللون الاحمر وهيك بيكون تم ارسال الورقة الى دائرة الضرائب حلو الكلام حلو الكلام الا منرجع على انا صيفة اللي هي الصفحة الرئيسية بعد ما تقدموا الطلب اخواني بشغلة يومين ثلاثة بتضغطوا على هدول ثلاث نقط اللي فوق اخواني الكرام وبتكن تستعلموا شو صار بالورقة هل اجر رد ولا لا بتضغطوا على هذا الخيار اخواني بعدين هون في عنكن خيار اسمه تمام بتضغطوا عليه اخواني الكرام ومتل ما لكن شايفين هون بتشوفوا الديلكشات اللي انتوا قدمتوها للدائرة الضريبية طبعا هون بتضغطوا على خيار رؤية الدوسية او رؤية الملف بتشوفوا الديلكشة اللي انتوا قدمتوها احنا تزل عندي على الهاتف مثل ما لكم شايفين اخواني الكرام هي الدلكشن اللي انتوا قدمتوها من خلال تطبيق الضرائب انه يرجى اعطائي وثيقة استثناء بخصوص الربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تجيكن هاي الوثيقة اخواني طبعا هي يومين ثلاثة انتوا بتتحققوا منا من خلال التطبيق بعد ما تجيكن على هاتفكن بتاخدوا هاي الوثيقة بتطبعوها من الطابعة وبعدين يا اخوان بتحملوا حالكن وبتروحوا على البنك لحتى تفتحوا حساب غير الحسابات اللي عندكم تفتحوا حساب مختص بموضوع الربح عبر مواقع التواصل الاجتماعي شو راح تقولوا للموظف شو اسم الحساب اسم الحساب تمام بتروحوا لعنده بتقولوا بدي افتح حساب متعلق بصانعين المحتوى مشان يتم خصم خمسة عشر بالمية وبتفرجوهم الورقة اللي اجتكم من دائرة الضرائب طبعا البنوك حاليا اللي عم تفتح هذا الموضوع هنه بنك الزراعات بنك الاكبانك والوقف بنك والاش بنك يعني طبعا ممكن تروحوا لعند الموظف لسه ما يكون عنده علم بهذا الموضوع فانتو بتكون توضحوا له هذا الامر مشان يفتح لكم حساب بعد ما يفتح لكم حساب جديد اخواني بيعطيكم جزدان بتاخدوا رقم الايبان اللي عال جزدان وبتاخدوا معلومات البنك بشكل كامل وبترجعوا لهون بتكفصوا على ثلاث نقطة وبتروحوا على كلمة اش لم باشلت من اول وجديد وبتضغطوا على كلمة وبتنزوا على هذا الخيار نحن اول شي اخترنا هذا هلأ بننزل على اللي تحته بقى ليش؟ لحتى تعلموا الدائرة الضريبية بحساب البنك تبعكم بتضغطوا عليها اخواني الكرام وبتستنوا شوي متل ما لكم شايفين اخواني هون رح تعلموا الدولة بحساب البنك تبعكم مشان يتم تخصم 15% من ارباحكم بشكل طلقائي هلأ هون بتضغطوا على هذا الخيار بتشوفوا الورقة اللي انتوا قدمتوا طلب عليها بتضيفوها اللي هي الاستثناب القسي بعدين بتنزوا للأسفل بتحققوا تكون كل معلوماتكم صحيحة وما تنسوا هون طبعا تحطوا البريد الالكتروني بعدين هون بالأسفل في عندكم بنكة بالقسي اكلة يعني اضافة معلومات البنك تضغطوا عليه اخواني بتختاروا البنك تبعكم ورقم الايبان بتحطوه هون بتختاروا المكان اللي انتوا مقيمين فيه بالاضافة لأي بنك بالاضافة بتختاروا الشعبي اخواني طبعا انا عم بختار لا على التعيين انتوا بتختاروا على حسب الشعبي بتكون طبعا هاي المعلومات كلها مكتوبة على الجزدان وتفتحوا الحساب من البنك وبتدخلوا هون رقم الايبان بهذا الخيار اللي هون شايفينوا انتوا وهون بتكتبوا تاريخ فتح الحساب بهذا الخيار تمام وبعدين بتضغطوا على كلمة اكلة اللي هي باللون الاحمر طبعا انا عم علمكم هاي الخطوات اخواني من شان ما تتعذبوا ومن شان تكون اموركم قانونية بتضغطوا على كلمة اكلة وبعد ما تضغطوا عليها بتضغطوا على كلمة تقدم اللي هون وبتابعوا الطلب وهيك بيكون صار عندهم علم بالدائرة الضريبية بحساب البنك تبعكن وبتحطوا هذا الحساب البنك على مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم تربحوا منها سواء من اليوتيوب او من الفيسبوك او من الكواي او من التيك توك او من اي موقع ان كان وبهاي الصورة بتكونوا اصبحتوا اشخاص قانونيين كصناع محتوى بتصير اموركم كلها رسمية من جهة القانون من جهة الضرائب ما بيعود عندكم اي مشكلة نهائيا بهاي الصورة انتوا بتكونوا خليتوا اموركم قانونية والمصاري اللي عم تكسبوها ما عليها اي مشكلة نهائية وبتكونوا مرخصة مية بالمية من قبل الدولة وطبعا رح خبركم بجميع المستجدات بالايام القادمة كل الحب والاحترام تحياتي لكم جميعا سلام عليكم